هو أنا لما باجي بصلي بسرح كتير قوي وبفتكر حاجات يعني حصلت معي أو أفتكر موقف أو كده درجة إن أنا بانسى أنا كنت في الراكعة الكام وعيد الصلاة وتحصل نفس الموقف يبدل يتكرر لحد ما بعرفش أعمل إيه أول حاجة كان سيدنا ابن عباس لما يعني يقرأ الذين هم عن صلاتهم ساهون كان يولي الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون يعني سابوا صلاتهم يعني غفلوا عن صلاتهم يعني ما صلوش ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون اللي هو السرحان اللي بيصيب كل واحد فينا في الصلاة شأن السرحان إنه بينقص السواب لكن ما بيبطلش الصلاة أنا صليت أربع ركعات ويعيني كان عندي هم تقيل وعاد أفكر في الهم اللي عندي سقطت علي الصلاة أدي دا بقى إيه حتة هي طرفة هي الصلاة خلاص أنا قدتها أربع ركعات بس يعني ما خدتش عليها سواب ليه لأن طول الصلاة وأنا سرحان وده بيخلينا برضو نتذكر كلام سيدنا وهو يقول ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عاقل يعني تذكر ركز فهم لكن مش اللي هي التوهان أو السرحان النقطة التانية أعمل إيه لما أسرح ما أطلعش من الصلاة أكمل الصلاة النقطة التالتة أصلي النوافل والسنان علشان يسندوا شوية في اللي أنا فوته على نفسي الصلاة هاخد مثلا عليها مية عقلت منها تلاتين في المية فات مني سبعين عايز برضو عوض السبعين دي فهم أصلي لي ركعتين تانيين سنة علشان أخد سوابهم يتحطولي على سواب الفريضة فالسبعين اللي ضعوا مني أجيب منهم ستين فيبكي أني جاء التسعين طب إزاي يقاوم السرحان ده سرحان ده ممكن قومه بأسليب من ضمنه قالوا لنا بص لموطن السجود وإحنا وقفين نصلي في موطن للسجود كده يعني الجبهة هتيجي عليه النظر إلى موطن السجود النظر إلى موطن السجود من ناحية النفسية بيعمل نقطة ارتكاز نقطة علشان نركز فيها نقطة الارتكاز دي بتساعد المخ على إنه يستحضر الحالة اللي هو فيها وما يشتتش يمين وشمال يبقى أول حاجة النظر إلى موطن السجود الحالة التانية أنا ليه بسرحة لإني أصلا تعودت على الصلاة حافظ الفتحة فبكرها من غير محتاج إلى عنا لاستحضار معانيها بقولها على طول فاستحضار المعاني دية لأن أنا حافظها كويس بنظرية في علم النفس اسمها التكرار لما انقرر حاجة كتير 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 أقولها وانا سرحان طب يبقى الحل إيه إني أقرأ الكلام كلمة كلمة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الرحمن الرحيم والحمد لله لا بلاش كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم أطلع كل كلمة كانها ايه واضحة لوحدها كده الحمد لله رب العالمين يبقى الكلام ده بيؤثر في المخ ان أنا التفت إليه لكن لما كره بسرعة انا قلت صح وكل حاجة والفريضة اتقدت وكل حاجة ولكن بالرغم من كده اللي أنا سرحت يبقى أول حاجة النظر إلى موطن السجود وتاني حاجة الهدوء كده التسبيح كل تسبيحها في نفس سبحانه ويقول لي ايه الشيخ يقول لي ايه وظهر النون من سبحانه دي سبحانه ربيه العظيم سبحانه ربيه الاعلى ومظهر النون معناه ان احنا بنقرأ بشويش فندي فرصة لانفسنا فالسرحان يروح مرة التانية التالتة تلاقيك تعودتي على التركيز على الاستحضار على اخذ الفول مارك اللي هي الميت درجة قد لنا بنقول عليها على كل الحاجة الجميلة دي